على أبناء الشعب اليماني النقايتنا واضحة نريد يمن التحادي آمن ومستغر يعيش أبناء في ظل دولة عادلة رشيدة دولة المساواة وحددنا لذلك نظال وطنيا شريفا لإنهاء الانكلاب الذي تغده ماليشيا الحوثية الايرانية واستعادة الدولة واستعناف مسار سياسي التوافغي سلاما عادلا شاملا يقوم على المرقعيات الثلاثة المثلث في المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني والقرارات الأمومية والقرار 221-6 لأخوة العزاء أبناء شعبنا اليمني العظيم لقد جاء قبورنا لاتفاق الرياض وضرورة تنفيذه بشكل كامل كما ورد في آخر مادة فيه دون انتقاء أو تجزيه من بثغ من قناعتنا الراسخة بأنه يمثل المخرج الآمن لأنها أسباب ومظاهر وتداعيات التمرد المسلح في العاصمة الموقتها عدن وبعض المناطق المحررة وبما يقل بالمصلحة الوطنية العليا ويوحد الجهود لمواجهة الانقلاب الحوثي واستيعاب الجميع في أطار الدولة ومؤسساتها العسكرية والأمنية والمدنية إلا أن للأسف تعثر تنفيذ الفترة طويلة نتيجة استمرار الممارسات التصعيدية التي كان منها إعلان ما يسمى لدارها الذاتية وما ترتب عليه وكان آخرها ما شهدته محافظة الخبيل سقطها من تمرد على الدولة ومؤسساتها واعتداءات على مواطنيها الأبرياء المسالمين هذه القزيرة المسالمة الآمنة التي لم تطلق فيها رصاصة واحدة طوال حياتها إنما يبعث للأسف ويحز في النفس هو مشاهدة تلك المدرعات والإعتاد والمركبات الأسكرية وهي تقتحم أسات الدولة وتروع الآمنين في جزيرة سقطرة المسالمة في حين أنها كانت ينبقي أن تكون في عقابة ثرة وجبال الحشاو وصرواح ونهم والبيضاء وقاع الحوبان هناك حيث معركتنا الكبيرة وعدونا الحقيقي وملاحم أبطالنا الفدائيين الذين يسطرون أروع البطولات ويفتدون بدماءهم الطاهرة الزكية ووطننا الغالي أن الاحتكام إلى السلاح والقوة لتحقيق مكاسب شخصية أو تمرير مشاريع فاوية أو مناطقية أو حزبية لن يكون مقبولاً ولن يحقق للصحابة هدفاً أو غاية سيكون شعبنا اليمني حاضر دائماً للدفاع عن نظامها الجمهوري ومكتسباتها الوطنية ولا يمكن لأي قوة مهما كانت أن تنتصر على شعب أنني أتوجه بالدعوة لأبنائي فيما يسمى المجلس الانتقالي أن نستقل الجهود المخلصة والكبيرة لإشقائنا في المملكة التي تبذلها للعودة إلى مسار تنفيذ اتفاق الرياض أدعوهم لإيقاف نسيف الدم وتفوية الفرصة على المتربصين بالشعب اليمني وإيقاف التصعيد والاعتداءات والعودة الصادقة والجادة لتنفيذ اتفاق الرياض ولقد وجهت بالالتزام التام ووقف طلاق النار في أبيان استقابة لجهود الإشقاء لإتاحة الفرصة لتلك الجهود لإنهاء التمرد على الدولة ومعساتها واستعناف تنفيذ الاتفاق الأقوى للحضور أنني أتوجه بالتحايا الحارة لرجالنا البواسل وأبطالنا الشجعان في القوات المسلحة والمغاومة الذين يقترحون البطولات في مختلف الميادين لدحر وهزيمة الماليشيات الباقية التي ألحقت خرابا كبيرا بالوطن وتسببت بالأوجاع أبناء لقد مددنا أيدنا للسلام في كل مرة وذهبنا للمشاورات عديدة تحت رعاية الأمم المتحدة ولم نكن نحمل معنا سواء طموحات شعبنا في إنهاء المعاناة التي يتكبدها من جراء الحرب الغاشمة التي سببها الأنقلابيون وبما يفضي إلى تحقيق سلام شامل ومستدام وفق المرجعيات السياسية ثلاثة لكن هذه الماليشيات كانت تلقى في كل مرة إلى نكثر الإتفاقيات ونغضى العهود ومقابلة حرصنا لتحقيق السلام بمزيد من التصعيد وارتكاب الجرايم بحق المدنيين ومهاجمة المدن واتخاذ بلادنا كقاعدة لاستهداف أشقاءنا بالصواريخ والطائرات المسيرها الأيرانية وها هي تواجهة دعوات الأممية لوقف طلاق النار والتركيز على مواجهة وباكرونا بالكثير من التصعيد الهمجي خصوصا في جبهات القتال بمحافظة صنعة والجوف ومارب والبيضاء حيث يسجل أبطال الجيش الوطني ورجال القبائل صفحات البطولة والفداء أخوة الحضور هناك تحديات كبيرة تواجه الشعب اليمني خلقتها الظروف الاقتصادية وسوء الخدمات وتفشي وباكرونا وممارسات خارجة عن القانون تدخل في أعمال مؤسسات الدولة ليعاكتها عن قيام بمهامها مما يطلب تضافر القهود من كافة أبناء الشعب اليمني وقواها الحية والسلطات المحلية والمركزية وتعزيز قنوات التواصل مع الإشقاء والأصطغاء بما يخفف من وطأة هذه التحديات ويعزز وضع الدولة اقتصاديا وعقاثيا وصحيا وتنمويا وأمنيا لأخوة الحضور إن هذه المهددات والمخاطر التي تواجه الوطن تقتضي من كافة الأحزاب والقوى السياسية والاجتماعية الإطلاع بدورها في تمتين الصف الوطني وتعزيز لحمته والترفة عن المناكفات الصغيرة والمواكف قصيرة النظر في التاريخ لن يرحم أحد وعين الشعب مفتوحة وتراقب كل شيء هذه بلادنا جميعا هذا وطننا أمان في عناقنا وواجب علينا جميعا الحفاظ عليه شامخا جمهوريا اتحاديا من ميدي إلى المهرة ومن صعدة حتى حضر موت الأخوة الحضور نؤكد على عمق ومتانة علاقاتنا مع الأشقة في المملكة العربية السعودية فنحن نواجه تحديات كبيرة ومشتركة وتحتاج إلى كثير من التنسيق والصبر والعمل بجدية لمواجهتها والتقلب عليها وأوجه جزي للشكر والتقدير لأخي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولولي العهد الأمين صاحب السموة الملكية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز الذين كانوا وما زالوا يجسدون المواكف الأخوية الصادقة الحريصة على حكم دماء أبناء شعبنا اليمني والساعية للحفاظ على أمن اليمن واستقراره ووحدته والذين يقفون معنا في كل الظروف الصعبة فتحية لهم باسمي وباسم اليمن كيادة وشعبا وأوجه كل التحية الصادقة لأبطال جيشنا الأبيض من أطباء وطواقم طبية في كل المحافظات اليمنية وفيما قدمتها عاصمتنا القالية الصنعاء وعاصمتنا المواكفة عدن الذين يقفون صفا واحدا في مواجهة فيروس كورونا الذي يفتك بأبناء شعبنا اليمني فتحية صادقة لهم الرحمة والخلود لشهدانا الأفضل الشفاء لجرحانا الميامين الحرية لما اعتغلينا الشجعان المجد لشعبنا الأبي الصابر والمقاهم والرفع والسمو لوطنا اليمن الشامخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة